خمسة وسبعين مليار دولار مع الآن في السوديو زميلي عصام أكرميوي مراسل بي بي سي نيوز عربي عصام تحياتي لك ما أهمية هذه الجولة وما الذي نأمله منها تأتي في إطار بحث المملكة المتحدة عن فرص استثمارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قالت أن خروجها من الاتحاد الأوروبي سيحررها من الكثير من القيود التي يفرضها الاتحاد على التجارة مع العالم الخارجي لذلك تأتي هذه الجولة في هذا الإطار هناك مساعد بريطانية للبحث عن أسواق جديدة عن استثمارات جديدة من دول أخرى هنا في المملكة المتحدة وأيضا عن أسواق جديدة للصادرات البريطانية لذلك زيارة الوزيرة البريطانية في الخليج الخليج يعتبر دول الخليج مجلس التعاون الخليجي والشريك السابع لبريطانيا في العالم هناك كما ذكرت في مقلمة الخبر حجم التجارة كبير جدا بين الجانبين وبريطانيا تحاول البحث عن فرص استثمارية جديدة ربما لتعويض بعض الخسائر التي خسرتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي من خلال البحث عن أسواق جديدة في الولايات المتحدة في الهند في جنوب شرق آسيا وطبعا منطقة الخليج لأن هذه من المناطق الحساسة والمهمة نظرا للروابط القديمة بين بريطانيا والعالم العربي ومنطقة الخليج بشكل خاص لذلك تولي الحكومة البريطانية أهمية كبيرة وهناك أيضا الآن هناك فرص استثمارية جديدة في المملكة المتحدة تبحث عن ممولين تريد استثمارات من الخارج لهذه الصناعات الناشئة وهذه الجولة تريد تشجيع رجال الأعمال لذلك كان هناك لقاءات سواء في منتدى الدوحة أو لقاءات جانبية مع رجال أعمال في منطقة الخليج عسام أكرماوي زميلي مرسل بي بي سي نيوز عربي هنا في لندن شكرا جزيلا لك عسام إلى عالم الرياضة الآن حيث حجز فريق نيو كاسل